تتعدد أجه الصراع السياسي في العراق وتتنوع أشكاله لكنها تشترك جميعا في أن وراءها مصالح متقاطعة ومغانم يسعى كل طرف للاستحواذ عليها على حساب الآخر وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تحيط بالعراق كنتيجة حتمية لسنوات من الفساد والنهب لثرواته فإن مشروع موازنة عام 21 التي قدمتها حكومة الكاظمي حملت أرقاما قياسية لموازنات العديد من المحافظات وهو ما فتح الباب أمام صراع محتدم ظهرت بواجره الأولى في محافظة ذيقار مصدر نيابي عن المحافظة كشف عما وصفه بصراع سياسي خفي انطلقت شرارته بعد ظهور أرقام موازنة ذيقار البالغة أكثر من تريليون دينار ولا تعتبرت الأكبر في تاريخها وقال المصدر أن الصراع الحالي في المحافظة يقوده محوران الأول يتمثل بالمحافظ والأطراف الداعمة له وفي مقدمتهم الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي التابع للتيار الصدري والمحور الثاني يتمثل بنواب المحافظة التابعين لجهات سياسية مختلفة المطالبين بإقالة المحافظ النائب عن محافظة ذيقار ستار الجابري قال إن أغلب محافظي ذيقار هم طلاب سلطة وسراق وفاسدون لكن ناظم الوائلي يعد أفسدهم وأفشلهم مؤكدا أن المحافظة تدار بمحافظ ظل لأن الوائلي غير مؤهل للقيام بعمله بعد أن كلف بطريقة غير رسمية وأضاف أن الأموال التي خصصت المحافظة لو استثمرت بالشكل الصحيح لكان بالإمكان بناء ثلاث محافظات لكن جميع المحافظين اهتموا بوضعهم وبنوا امبراطوريات اقتصادية خارج العراق لافتا إلى أن المحافظة بيعت من أجل مصالحهم الشخصية والحزبية منح أراضي لأسماء وهمية ومشاريع متلكئة بأرقام فلكية ومسؤولون فضائيون ملفات فساد متضخمة وصراع متجدد على المغانم يدفع ثمنه المواطن الذي يعاني الأمرين من فساد الحكومة ويلاقي رصاص قواتها إذا ثار مطالبا بحقه